مساء الخير ومساء البهجة والساعد الحقيقة الاسبوع ده كان اسبوع حقوقي بامتياز اول يوم العالمي لحقوق الانسان عندنا مرور عام على استراتيجية اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كمان كان فيه زيارة مهمة جدا هذا الاسبوع زيارة حقوقية للسجن الجديد او مركز الاصلاح والتأهيل ده الاسم او المسمى الجديد اللي موجود وده برضو كان تقريبا مرور عام على افتتاح هذا المركز اللي هو موجود في ود النترون الحقيقة تلات احداث مع بعض شكلوا محاور اسية لهذه الحلقة اللي هيكون فيها معايا ضيفين كريمين الاستاذ الصديق علاء شالبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان اهلا بيك اهلا بيك والحقيقة اول مرة بتشرف بالدكتور غلاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القوم من حقوق الانسان والحقيقة كمان هو ايضا مدير الوحدة المركزية لانبضرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية وانا لو قفت عند العنوان ده تحديدا اقول الناس مش واخد بالها ان حياة كريمة في عمق بل في اعمال بل في عصب حقوق الانسان لان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اساسية جنب الحقوق السياسية وجنب الحقوق الفكرية وجنب الحقوق الدينية الحمد لله لو انا بسيط للحالة الدينية في مصر مثلا انا بتكلم عن ما يزيد عن الفين وامتين كنيسة تم توفيق اوضحها ودي كنائس موجودة وما كانتش بتوافق اوضحها وده شيء جيد جدا جدا بتكلم كمان عن الجمهورية الجديدة ومدن الجمهورية الجديدة اللي فيها الكنيسة والمسجد وبتبنيهم الدولة وده مهم جدا جدا ليه لان كان فيه اغماض لحق اخواتنا المسيحيين في بناء الكنائس وعدين يبنوها فتتوقفوا حدودة كبيرة جدا لا حقيقي الروح اللي موجودة في الجمهورية الجديدة حتى فيه الاسكان البديل اللي هو الاسكان البديل العشوائيات وما لازلك دائما وابدا هناك فيه عدالة فيما يتعلق بالحرية الدينية دي شيء جيد جدا جدا ومحترم لدرجة ان مركز التأهيل والاصلاح فواد النطرون فيه كنيسة وكتنا والاستاذ علاء وقفنا حتى مع الكاهن وقعدنا ندردش معاه حوالين الكنيسة في المركز التأهيل ده معناه ايه وكان معناه طيب وجيد وكريم الحيون السياسية ايضا بنتكلم فيها عندنا عدد لا بأسة بيه من الاحزاب النشط منهم صحيح قليل لكن في النهاية هناك حالة حزبية قابلة للتطور وقابلة للتمدد وقابلة للانتشار وده يعني اعزوا بقى هنا الجهد المطلوب من رجال الاحزاب نفسهم لتنشيط سواء الاحزاب القديمة التاريخية زي الوافد والتجمع سواء الاحزاب الجديدة زي مستقبل مصر او حماة وطن او غيرها من الاحزاب المهمة زي الحزب المهم الحزب الاجتماعي من رموزه الدكتور ابو الغار والدكتور زياد باقي الدين ودول اسماء طيبة ومحترمة وجيدة الحقي الحالة الحقوقية في مصر كل العام محتاجة نظرة وهذه النظرة هنحاول نكون بقدر المستطاع نظرة موضوعية انا شخصيا منحاز لكل جديد في هذه الحالة ومنحاز للتوسعة والمساحات البراح في حقوق الانسان وايضا معايا اتنين من المدافعين عن حقوق الانسان والحمد لله مشهود لهم بالكفاءة والحيادية هم كما يقول القانون مجردين عن الهواء او مجردون عن الهواء وايضا يحكمهم الصالح اهلا بكم اهلا اهلا بكم اهلا 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 سريعا زيارتك لبركز التأهيل والاصلاح بوادي النترون اعتقد دخلها في السياق الحقوقي اهلا الف المية طبعا لانا التطور اللي حاصل دوت انه يبقى عندنا نموذج بهذا الشكل زي بوادي النترون لانا اول مرة كنت بزوره بمناسبة معايا اول مرة اهلا انا كنت تاني مره امان يوم الاحد الماضي لكن يعني ساعدت جدا بمشاركة فتاح مركز بدر اللي هو يمكن اصغر شوية فكنت في الحقيقة متفاجئة جدا تفاقب كبير انت تفاجأت اه في الحقيقة لانه رغم ان انا شفت النموذج ده في بدر على شكل مصغر بس ما تصورت انه ممكن يبقى بهذا الحجم العملاق جدا في ودي النترون في الحقيقة ده بيرسخ معنى مهم لك التاني يعني احنا بنية تحتية طبعا جميلة وجبارة واشياء لكن هو المعنى الاساسي انه السجين في النهاية ده اخطأ في حق المجتمع بيعاقب على حقوبة واحدة السجن طبعا بكل تأكيد السجن حرمانه بحريته لكنه لا يفقد حقوقه الاخرى ولا يفقد قرامته فده بترجمة الحقيقة من هنا ما بيجيش بس فكرة البنية يعني البناء وجماله وتوافر الخدمات ومعاشيشت حد لأدنى وخلاص لكن بيه كمان فكرة التطور المفهوم مفهوم الكرامة موجود حماية الكرامة ده اصل موجود والكرامة هي القيمة الجوهرية في مجال حول الانسان وانه كمان حتى للفلسفة دي تؤثر نفسها في قطاع السجن يتحول إلى قطاع الخدمة للحماية المجتمعية بالزبط فيه أوسطس عشرين ونهد وعشرين يعني كان ده كان مخدمة كمان معناها ان احنا متجه هذا النهج وفكرة ان يبقى عندنا خمس مجمعات اخرى تحتوي تستبدل بيها اذا ان نقول المسلا تشيل تلاتين السجن اللي على مستوى مصر كلهم يعني احنا واضي النترون شايل لغة يعني كله اتناشر اتناشر سجن وثلاتة في بدر وبدر وبعدين عندك يبقى فيه ميو وده سجن على فكرة موازي او بحجم واضي النترون وعندنا كمان اخميم بالزبط وعشر معنى ذلك ان مش يبقى فيه سجن شبين الكم العمومي سجن طنطا العمومي سجن الحضرة حتى سجن العقرة بختفى من الوجود فكمان ده مهم جدا فكرة ان مش سجون مراكز تأهيل واصلاح صحيح يعني خليني اكمل برضو على اللي قالوا استاذنا وصديقين استاذ علاء وارد الموضوع لاصله احنا واحد من اهم التحديات اللي كانت بتعوق وصول السجناء والمحتجزين الى حقوقهم القانونية مش بس بنتكلم على معاملات وممارسات واجرات قانونية لك كم بنتكلم على بنية اساسية لا تتيح الحصول على هذا الحق بمعنى ادق لو انا بتكلم على حقوق صحية للسجين فيه سجن لا يتوفر فيه عيادات طبية جيدة لو بتكلم على حق فيه التريد وفيه التهوية وفيه ممارسة الرياضة وفيه ممارسة حرفة لعنى ده بقى التأهيل لما بعد فترة قضاء العقوبة كل هذه المقاومات بدون وجود البنية الاساسية اللي تخدمها ما قدرش هتكلم عن وجودها اطلاقا اه يعني انت ما تقدرش اذا انتفى الشيء كيف تطالب بيه هي الفكرة ايه انها بتكلم الحقوق الاول بتوتاح الاتاعة ثم نتكلم عن الجودة بقى مظبوط الاتاعة ما كانتش موجودة فيه كثير من السجون القديمة وبالتالي ده بطبيعة النشأة وطبيعة الاماكن طبعا طبعا وقدمها وقدمها يعني مثلا الحمامات يعني على الطريقة القديمة يعني مش هتبقى على الطريقة الحديثة طبعا فكرة المساحات نفسها ضاق المساحات والهواء والهوية كل ده خلانا كمجلس الحقيقة ويمكن ده يعني يشاركني فيه صديق اطلاق احنا كمجلس من اول ما جينا المجلس 85% من الشكاوى اللي بيتلقها جاية منه زلاء السجون ومركز الاتجاز ده خلانا اول ما هذا المجلس تشكل عشرين اتنين عشرين واحد وعشرين كان اهتمامه الاول هو ده نشوف خطة وزارة الداخلية لإحلال السجون القديمة البنية الاساسية يجب ان تتغير تتغير وبالتالي السجون القديمة سيئة السمعة اللي لا يتوفر فيها مقومات البنية الاساسية دهامة لحوال انسان انكتبها قصايد وانكتبها حكايات ومرويات وكتب طبعا طبعا وبالتالي انت لما بتزيح الركام ده انت عارف ان الركام ده كان يحبس الانفاس لما بتزيح الركام الفكري ده وتعيد تدوير الفكرة وتاخد الناس اللي مطلعين زيكم في المجال الحقوي لهذه الاماكن اللي يشوفوا المساحات المختلفة بزبط بزبط فالخطة هنا هي اللي المجلس مهتم جدا بمتابعتها أصدت بتجواب على سؤال مهم يعني البعض يعني ياخدوا تشدقا مصر تبني سجون لماذا تبني سجون علشان نعمل إحلال لـ 100% من السجون القديمة القائمة علشان أعيني للمعاش 30 سجن قديم اللي كان بيعدي من قدامهم كان بينزعج 47 47 47 سجن القديم التلاتين الأولين اللي يدوف على الأولى 47 الإجمالي مش بس على فكرة ليه النزلاء السجناء كمان لزويهم يمكن أنت حك شفت فيه واضي النترون ويعني زيارات صديقي طبعا يعني قامة قانونية يقدر يقول ده إجراءات الزيارة والمساحات المخصصة وفاسيليتس المتاحة للزيارة دي ما كانتش متاحة في أي سجن ده كان عذاب أسبوعي أو نصف شهري الصيف أو الشتاء كانوا موجودين جدام الأبواب النهاردة فيه أماكن راقية جدا ومحترمة جدا وفيه مشروبات وفيه مأكلات وفيه وفيه أشياء كويسة جدا جدا بالضبط مش نهاية المطاف لكن علشان نقاطع نشود كبير نقدر نتكلم بعد كده بقى في التدريب والتأهيل والمعاملات والنظام العقابي نفسه وحاجات كتير ممكن نتكلم فيها أه يعني أنت الأول بس الإيه؟ الأول البنية الأسئلة البنية الأسئلة البنية الأسئلة البنية الأسئلة السؤال له يا رجالين أنا بتبنوا منتاجة زي ده بكام يعني بدي بردو الأسئلة أهب السؤال في الحياة كمان ده من شأنه أنه هو يعمل ترشيد في الإنفاق بعد كده لأنه هنتفق على حاجة لو أنا السجون القديمة اللي أكتر من نصها مبني من مقابل 1950 ثم الباقي يعني اللي هو أقل من نصف السجون مبني بعد 1950 وغلبه يرجع لقبل سنة 80 أو قبل سنة 90 فأصبح غير قابل للصيانة والترميم يعني فيه أنحنا شاهدين أنا شاهد ونظامت شاهدة على جهود لأنه إحنا بعتنا للرئيس السيسي في يوليو 17 يوليو 2014 ويسمي الله فيه واقع بيقديل كذا فيه واضح من التكدس كذا فيه نقص في الخدمات كذا فيه كذا وعندنا مقتراحات على المدى القصير شكلها واحدين ثلاثة عندنا مقتراحات على المدى كده وكان من لبها فكرة إنشاء سجون مخصصة للحبس الاحتياطي كنا قصدين أنها تحصل خلال سبيع طبعا ما حصلتش خلال سبيع بس حصلت خلال عشر شهور يعني أنا شاركت في فتاح أول سجن منها كان سجن في مايو سجن 15 مايو دا كان مخصص للحبس الاحتياطي الزريل أنا ذاك لأنه كان فيه تكدس كبير بالحبس الاحتياطي فابتلت المسيرة بعد شوية في عملية التطوير المستمر والبروست فلاقيت الدولة إن فيه مشكلة حقيقية فهي عمل تجديدات في سجون كتير وعمل الترميمات في سجون قابل للترميم بس في سجون غير قابل للترميم بس الفكرة نفسها أنا ليه أعمل ده كله وانا عندي مقدرة إن أنا أستخدم هذه المساحات القديمة وأستبدلها بمجمعات مؤهلة فيها لقيل كامل لما أعمل برنامج تأهيل على التأهيل لما أعمل برنامج تدريب على الإنتاج لما أقدم جديد في الموضوع ووفر خدمات أنا محتاج أركزها شوي فأعمل مجمعات المجمعات دي صارت مشكلة طبعا بتقول التأكيد إنه بعض زويد نزلاء يقول لك والله لما تروحوا في سجن بعيد يبقى مش عارف إيه وبتاع كويس وهذه مسألة سهل البحث عن حلول لها لكن هو مش مهم بس فكرة البنية التحتية المادية إن فيه كمان يتوازى معاها تعديل على مستوى السوقيات والمنهج وماذاك كل من الشيك من ثلاث سنين مثلا ما تقولش ببس ساعة واحدة من تريد وإذا كنت تقدر تعمل ساعتين متوفر يعني إذا كان ده متاح كويس لكن كمان إحنا محتاجين نفكر في شوية أمور كويس إحنا النهاردة قادرنا عشان خاطر مخاطر النقل بتاعة السجنة المحاكم ونعمل دواير تليفزيونية نعمل إلى جانب المجمعات بشكل منفصل عنها مقار للمحاكم عشان تنزل تجديد الحرس والإجراءات من هذا النوع فده طبعا إجراءة مهمة جدا شيء مهمة جدا مفيد كويس بس إحنا محتاجين كمان نشوف إزاي نطور هذه المنظومة بشكل مستمر لأنه مدنوط أطول المستمر اللي بتدي نتكلس وممكن يحصل تلاجع أو أشياء زي كده أو تل طبعا إحنا في هذا الشطقة طاعنا ده من يمنعش أن يفيد حديات أخرى زي مثلا إحنا نقلم دهت حديات الشرائية طبعا وممكن نخش لها لو بعد شوية لو عايز بستوى الأولها رأسها قلوة مرأة الجنائية لكن يعني أنا عايز أقول أن هذا المجمع اللي احنا بنشوف صوره دلوقتي والحقيقة يعني هذا المجمع لم يكلف الدولة المصرية الشيء لأن حصل نوع من استثمار الأماكن القديمة باستبدالها بأماكن جديدة وطبعا أماكن القديمة تريبا في وسط المدن يعني لما تشوف سجن الشبيني الكومي العمومي ده في وسط المدينة لما تشوف سجن إنهت ليه في وسط المدينة فدية يعني وفرت بمدد استثماري يقدروا يعملوا به السجون القديمة احنا بصدت خمس مجمعات زي المستوى ده في أماكن قلناها الهي ماء وأخمين والعاشر وبدر وأيضا النطرون بدر والنطرون يشتغلوا تفضل التلاتة الثانيين فيه اتنين هيشتغلوا قريب جدا يعني الأخير اللي لسه بيجهز ماء ولكن العاشر وأخمين على وشك الافتتاح وأعتقد أن أسعد الناس بهذه الطفرة في السجون هم جماعتنا جماعة حول إنسان وجماعة حول إنسان في مصر الحقيقة كل التأدير لها يعني بأمانة ربنا وكمان عايزة أقدر كمان وأشيد بوزارة الخارجية اللي هي كانت دائما وأبدا المظلة للإستراتيجية الوطنية لحول إنسان وده إنجاز كويس جدا جدا لأن الاستراتيجية دي هي الطريق اللي احنا مشيين فيه قد ايه قطعنا في هذا الطريق احنا بقلنا سنة يعني ايه اللي احنا بدأنا به وكنا عايزين نتضرب أول حاجة بدأنا بيها إن يبقى عندنا استراتيجية يعني الحقيقة لأول مرة يبقى عندنا إيه معنى يعني إيه معنى أن يبقى عندنا استراتيجية جاه مهم كتا هل ده مثلا عروع على الجاكتة يعني لا يفعل لا معنى رؤية دايما الدول بتنطلق لتحسين الأوضاع فيها أي أن كانت أوضاع اقتصادية أوضاع اجتماعية أوضاع حقوقية أوضاع رياضية من رؤية هو أنا عايز أوصل فين بعد قد ايه نزبوط فإحنا كنا دايما طول الوقت نفتقد إلى رؤية وطنية وطنية بمعنى متفق عليها ومجمع ومجمع وإحنا عايزين نروح فين في مجال حول الإنسان كونسا فوجود رؤية تحكم أداءات السلطات التنفيذية والهيئات الوطنية والمؤسسات المسؤولة عن تعزيز حول الإنسان ده في حد ذاته إنجاز مهم جدا لأنه عندنا وسيقة نقدر نتابع ونحاسب على أساسها أولا ونشوف البروميتر يشتغل طبعا قطعنا قد ايه كم خطوة وصلنا لكم درجة بالزبط 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 والوثيقة في حد ذاتها الاستراتيجية في حد ذاتها هي وثيقة حية بمعنى أنه هي ليست قرآن ولا إنجيل بتتطوط طبعا وتحدث وقد تظهر مواضع نقص احنا المجلس لديه مثلا يعني بعض التوصيات الخاصة بالاستراتيجية في مسألة تطويرها وتطوير أدوات القياس والريبورتينج وكل ده بنشاركه مع الزملاء في الوزارة الخارجية واللجنة لكن وجود استراتيجية ده خطوة مهمة جدا 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 ولا بنقول لا يبنى عليها بعد الاستراتيجية حصل إجراءات كثيرة جدا يعني لا ننسى أنه لأول مرة مصر مثلا في أكتوبر الرئيس بيعلن أنها هتعيش من غير حالة طوارئ ثم التشكيل الجديد للمجلس القومي الحوالي الإنسان القانون الحالي للمجلس القومي الحوالي الإنسان قانون 197 لسنة 2017 لم يفعل إلا في أكتوبر وديسمبر اللي فاته ثم مبادرة الرئيس بإحياء لجنة العفو الرئاسي ومبادرة الحوار العطني لأنه الديمقراطية وحوالي الإنسان يعني وجهان لعملة واحدة كل هذه الإجراءات لا بالتأكيد هي إجراءات يتم البناء عليها مش هتكلم على الجزء المهم في الحول الاقتصادية والاجتماعية مش هتكلم على أن الدولة مثلا لا زالت بتتبنى برامج قومية وسيقة الصلة بالحول الاقتصادية والاجتماعية وبعضها بالحول مدنية والسياسية على فكرة رغم الأزمات العالمية اللي بتحصل رغم الموجات التضخمية رغم الضغوط الكبيرة على العملة وعلى الموازنة العامة كل هذه الأمور تقول أنه هناك إرادة وهناك إجراءات وهناك خطوات يبنى عليها يعني تم تعبيد الطريق علينا أن نمشي فيه بزاقنا نسير فيه استراتيجية وطنية لحول الإنسان أنت تقدر تقيس إحنا عملنا إيه السنة دي واحد ومخطط إيه السنة الجاية وبالتالي يبقى كلام دكتور ولاء واضح أنه فيه فيجن بس خلينا نرد نازل نقول أنه نواجهنا مشكلة يعني خطوات اللي قالها دكتوروات دي خطوات مهمة جدا لنجل شخص ناجل العقف الرئاسي مش بس بتتكلم على المادية الطبيعة أو الولايات الطبيعية بتاعت المحكمين لأ ده كمان نهاردة بتقدم توصيلات النقام العام بخصوص محفوصين احتياطية وبيتم فعلا إطلاق ترحها فده معنى فيه تطور مهم جدا وفيه إنجاز كبير بيحصل بدون تقليل من هذه الإنجازات إحنا لأ إحنا مستنين بقى يبقى فيه برنامج تنفيذي بالستراتيجية آه بالزبط كده يعني نعمل كذا في سنة كذا لو أنت مستنين نتنزل عليك من السماء أم تغتاقت في وضع برنامج تنفيذي أنه هذا البرنامج التنفيذي يعني أنا أصد تضعوا إذا كانت الرؤية رؤية الحكومة ورؤية الرئاسة واحد اتنين فيه إرادة رئاسية أعتقد نغتنم الفرصة ونعمل برنامج تنفيذي ونتعرضه ويحصل نوع الديبيت حواليه وحوار حواليه إحنا التوقف أصبح واضح خلاص وإحنا عندنا التزامة دي السورية تافي ببعاية الدولية لحول الإنسان كويس والإستراتيجية هبتحقق ده وتعمل كمان إسراء فوقه كويس لكن إحنا بنقول إيه إن إحنا عايزين يبقى فيه برنامج تنفيذي بيرتب المسألة دي في التنفيذ يبقى إيه التزامات أكثر وضوحا أنا خلال خمس سنوات دولة عدة دولة سنة أنا بعمل واحد اثنين ثلاثة ربعة لأنه مثلا أحد الحاجات هل نعتبر فيه مسألة ذات يعني يعني أهمية تأسيسية كويس زي ما بقولت حدك مشروع من قلون قانون قلون قريب لغاية الإسبوع الماضي إحنا كنا شايفين إن ده لازم يكون الأوروية المطلقة لأن ده ده سورة حريات كويس الحمد لله مجلس الزراء أحد البرلمان مشروع قانون متكائم الجديد تماما كويس أوش يلبي المطارب لأنه عندنا إشكاليات مع تعديل الجزء طلعتوا هذا القانون وشاكلت إنه مرضي وعندنا ملاحظات على كويس وهنبديها إن شاء الله لو أنا كمان طمعان المستشار حانا في بالي إنه يعمل جلسة استماع لكم لازم جلسة استماع والمستشار حانا فيه ما شاء الله عليه يعني هو متفتح هو مدرك أوي إن الشراكة مع المنظمات الحقوقية المصرية الوطنية يعني ذات الصلة الحقيقية بالقصة لازم تقعد وتشوف يعني وبرضه بعض الصحفين المهتمين من شأن الحقوق لازم كل النجل تقعد عشان البرنامج ده أو القانون ده يطلع على الأقل في حالة الكمال وده مش أي قانون يعني زي ما قالوا واحد من مشاكل النظام العقابي قانون إجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري هو التقادم إنه يتحطوا في صفة زمانية وفلسافة أخرى ففكرة الترقيع ده الفتوى بتتغير بتتغير الزماني والمكان كنا بقى محتاجين قانون جديد على بقى إنما فكرة الترقيع وتعديل مواد ما كانش هو الحل الأنسب والحقيقة دي كانت رؤية المجلس وإحنا مقدرين جدا إنه يعني تلاقت مع رؤية المؤسسة الشرعية فقعنا حتى في 2017 المنظمة العقابية الحقوق المنسانية جامعة أطراف الدولة السلطة القضاءية المجلس القضاء العامل والنيابة العامة الوزارات المعانية في الحكومة والبرلمان على مئدة البحث عن وسائل المجتمع المدني والمجالس القوية المتخصصة من 17 لـ 20 من 20 ودرسنا المسائل بتاعت حتى تحديث قانون العقابية وتفقد لفلسافة العقابية الحديثة فكان فيه حوار حر ومفتوح تناقشنا كل حاجة إعدام تعذيب افتفاقاتش وكل ما يخصر في بالك تناقشناها وعندها توصيات محددة عشان كده احنا مرهنين بالأساس على أن موضوع قانون العقابية سيقود حتما إلى تحديث قانون العقابات ولكن كمانا عايزة أقول في الخطوة التأساسية فيه أمر مهم وفيه مثلا يهم حضرتك بصفة أساسية قانون معلومات قانون معلومات حرية المعلومات حرية المعلومات لا يعني أنا مشوف النهار دلحد دلوقت على بعض الكباري ممنوع التصوير والاقتراب بها استغرب جدا ريافط nose وفيه مبهونة من الحرب العلمات تاني مان يهم الحرب العلمات تاني فيه قانون التظاهر ده مثلا على سبيل المثال محتاج إصلاح بسيط قانون التظاهر بس زي يعني أقول لي على سبيل المثال أنا عندي عقوبات في قانون التظاهر موجودة في قانون العقوبات أختها قويس تختلف بقى مدة طب ليه الإستواجية دي ده قانون منظم ماتحطش فيه عقوبات إنما أي فعلي بيخالي في خانون العقوبات لحالة على طول ثم هو بهذا الشكل يبقى فيه مشكلة بتدي عنه الخطأ بتأخرين في قانون إنشاء مفاوضية لبطنية مكافحة التمييز تبقى نص مادة 3-5-5 دي نص دستوري عايزين ننفسه أصلاً أقول أنا محظوظ بوجود المسجر حنف الجبالي في البرلمان والمسجر عمر مروان في وزير اللقاء والمسجر عمر مروان تقريباً في ممارسته للشغل الوزاري بتاعه حقوقي تماماً فأنا في رأيين عندي عقليتين حقوقيتين في ناس تفيد منهم يعني أنا في رأيين الدورة البرلمانية دي لو لم تنتج مفاوضية التمييز يبقى أنا أزعل بقى يعني إيه لنقص يعني هو الحقيقة يعني برضو أحنا عايزين أصلاً عايزين أنا محلق شوية لا لا ده مهم ماشي لإنه مهم جداً والحياة البرلمانية الحالي يعني يقع على كهله حزمة إصلاحات تشريعية في مش بس الحول المدينية والسياسية ولكن كمان في تنظيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل نصوص دستورية دكتور والآن مش يتقدر تؤسس لجمهورية جديدة إلا بيعني منظومة تشريعية تأخذ بالأسباب صحيح يعني إحنا يمكن دي فرصة كمان ندعو الأخوة في البرلمان وفي المؤسسة التشريعية أن هم يعني يكون برضو عندهم ترتيب للأولويات وفقاً لرؤيتهم بحيث أنه القوانين المتعلقة بالإنسان لا وبتتماس مع نص دستوري وبتترجم التزام دستوري زي مقال الأستاذ علاء يعني كلها أولوية ونقص الدستور أيضاً مسؤول لأنه هو بيلعب أيضاً دور في بداية صناعة التشريع اللجانة بالدور اللي بيعمل النواب سواء في اقتراح تشريعات أو في منقشة القوانين المحاربة خليني أروح لبناطق التماس في هالاستراتيجية أو التماس في الحال الحقية المصرية ما يتعلق بالسجن الاحتياطي ودي إشكالية الإشكاليات وكل الناس تتحدث على السجن الاحتياط السجن الاحتياط نحله إزاي؟ يعني أنا مش شايف أن لما نطرح حلول أعتقد الدولة بتسمع الناز بتسمع وبعدين حالة الحراكة اللي موجودة الحقوق اللي موجودة من حقها تسأل يعني لماذا يبقى هناك حاجة سيئة تسمع اسمها السجن الاحتياطي تفضل طيب يعني أنا خليني أتكلم على يعني الواقع أو الإنعكاسات أو المؤشرات اللي بتصل للمجلس في هذا المجال ولو أترك الجانب وتحليل الجانب القانوني مش لصديقيني أستاذ علاء يعني أنا مسؤول عن منظومة الشكاوى في المجلس وأقدر أقول لحضرتك أنه نسبة كبيرة من 34-35% من طلبات العفو إخلاق السبيل اللي تلقناها في إطار مبادرة فخامة الرئيس هي لمحتجزين احتياطين 35% تقريبا من الشكاوى اللي وصلت للمجلس أيوة من الشكاوى خلينا نقول من طلبات العفو أيوة طلبات الاستفادة من مبادرة الساد الرئيس 35% هي طبعا لمحبوسين محكم عليهم ولسجناء ومحبوسين احتياطين 5% ومحبوسين احتياطين فده يقول أنه لدينا مشكلة يعني محتاجين نتحرك في هذا الاتجاه النقطة الثانية أنه يمكن بتأثير طبعا الظروف غير التقليدية اللي مرت بها مصر من 2013 إلى 2020 أو 2019 دولة بتحارب إرهاب اضطراب إقليمي كامل حدود معدد البلد من جوة فيها كم من التناقضات اللي وصل لحد الاحتراب والعدائية فبالتالي كان مفهوم جدا أن الدولة حفاظا على حق المجموع أنها تتشدد في نصوص قانونية وإجراءات احترازية في بعض القوانين بما فيها القوانين اللي بتعد اللي بتنظم المباحات في الظروف الطبيعية طيب هذا الزرف انتهى الحمد لله الدولة بقدرتها وجيشها وتماسكها قدرت أنها تنتصر في معركة الإرهاب قدرت أنها يعني تفرد رؤيتها في الإطار الإقليمي قدرت أنها تخلي الجماعات والدول والقوى التي كانت تتآمر عليها من أقل من سنوات أنها تتراجع بمسافات بل بتقطب ودهد إيه بقى الجوانب القانونية في هذا الشأن ممكن صديقي بقى هو الأصل لي هو في الحقيقة ما تفعل تبع عمد هو لا وعايز من الناس بقى سم من الدور اللي بيعمله لأنه هو تحمل مسؤولية شقة جدا لا ده فكرة يعود يرى الشكاوى دي بس هو معه خريق كمان هو طور قدرات الفريق وطور الآلية وطور واستخدم الأدوات الحديثة التقنية ففي الحقيقة عامل إنجاز مذهل جدا وأنا متأكد أنه لو استكمل الإمكانيات الفنية أو المادية اللي محتاجها هيطور مكتب الشكاوى الأصل من ذلك هو في الحقيقة إحنا لا يعني لو نصح أحدا نكلم الدكتورة ومشيرة خطاب تساعد ما هو إحنا عايزين الدكتورة ومشيرة تكلم حد تاني لا أصلا على فكرة أصلا بص يعني إحنا عندنا مزانية ضعيفة جدا على فكرة بص يا دكتور أسوز علاء أصل اللي يحتاجوا الحقوقي واجب ضروري جدا ليه أصل المولاء بيشتغل في 35% في التعبير ومولاء يشتغل في 35% من الشكاوى أو ميديا في المية من الشكاوى ده يا جماعة ده مهم خالص لإن فيه ناس قد تقع في نفس المشكلة وهي لا تدري صحيح المطلوب هو رد فيما تعالك بجزءة حبس الاجتماعات مش ده بجزءة الوحيدة اللي بيعي سيقع القلق في القانون الحالي أو كده أو في التطبيق لا هو المشاكل في حاجات كتير ده ما الحبس الاحتياطي هو أكثر ليه لأن زي ما أشار الدكتور الولايك كده كان فيه فكرة الوقاية خيرهم بالعلاج يعني ومنحاول نحتوي المسائل والاختار والتهديدات فاستخدمنا المسألة بطريقة شائعة جدا فتحول الحبس الاحتياطي إلى ما يشبه العقوبة كويس نقبل أنه مش عقوب الحبس الاحتياطي هو دبير احترازي كدبير احترازي دبير استثنائي له مقاومات محددة جدا لا أكده بالتأكده فاحنا حولنا إلى لأنه هو الأصل مش للسثناء فاحنا عايزين نرجعه للأصل بتاعه إنه هو دبير احترازي ثم إنه كمان فيه تدبير أخرى ممكن للإحترازية جنب الحبس الاحتياطي زي مثلا الإقامة الجبرية في المنزل زي مثلا منعن الصفر زي مثلا السوار الإلكتروني دي مسألة عندنا الشركات الشركات دي يتوقع القصصي سهلة جدا إنك بالشريحة يعني يركب وفي شبكة وفي نتو كل حاجة مسألة سهلة فإحنا سهلة جدا طب أعزل الموضوع ما تخيلش تكريك فيه ضخمة ولا حاجة إلا إذا كان فيه حد هل فيه كلام عن مدد الحبس الاحتياطي أه طبعا مما ليه يعني المدد الموجودة كامل نحن نفتح المدد نعيزة أفهم المشاهد بس أصليبي هو بيقرأ على الفيس وبيقرأ على تويتر حبس احتاج العاصل في الموضوع كثيرة شهور أيها وفي المحاكمة يوصل سنتين أحسب العقوبة المقدمة في العيمة المتهم بيها كويس لكن إحنا فتحنا المدد فتحناها بالقانون مؤقت فتحناها بالواقع إحنا عايزين نردها الأصلاح بالزبط كده بالزبط كده إنه جراء احترازي ما هو تلما تردها الأصلاح ديها النطاق بالزبط ماشي وتعاد رؤية أو تعاد قراءة التهم اللي بيستوجب هذا الحبس الاحتياطي بالزبط صحيح أيضا طرق تنفيذ الحبس الاحتياطي وتخفف العبق عن كهل ومؤسسة القضايا والأمنية وميبقاش حبس احتياطي يعني يبقى عقوبة بديلة زي ما قاله الزعلاء ميبقاش حبس أصل لأنه فعلا المسألة دي كتير من الناس ممكن تسبب برائتهم بعد مثلا من عدف المحاكمة ده تحقق المحاكمة ثلاثة واربعة وخمسة وست سنين طيب يعني ده كده هو عقوب عقوبة لا يسألها احنا مثلا في 2017 في ينار 2017 ديجانا عالية الصحة التشريع عملت مؤتمر عام وده تشويرات المهمة حمالين التشريعات دي مسألة مهمة جدا لتعديل قانون الإجراءات الجدائية قعدت مع قطاعات قضائية وقطاعات تنفيذية قطاعات أكريمية خلال حلوة ويعني انت نقلتني للنقطة التانية هو ايه اللي احنا محتاجينه على وجه عاجل في مادة واحد واثنين وثلاثة عمل للكو ألأ في الوضع الحقوقي يا فنم هي على فكرة النائب العام مشكورا من 120-20 يبتدها يستخدم بعض المنصوص وقانون القائم المعيد اللي كانت معطلة اللي هي لما استخدمها شوية فكت الموضوع وعملت إفراجات كتيرة لكنها كانت إفراجات انا عارف احنا مشتغلنا نظامة حماية بالأساس فعندنا قدرة على المتابعة ومعنوا بشكل أفضل لأنه في وسائل كتير في هذا الموضوع ومحتاج قصة التحضير فيها وإمكانيات يعني عندنا البنية التحتية ففي إفراجات كتير جدا تمت حتى قبل علاجة العقف الرئاسي عن المحفوصين احتراطيين لما استخدم النائب العام مش مشكورا يعني تدابير أخرى كويس فحتى المخانوم المعيد كفي تدابير أخرى لما كانت معطلة مش منافذة لما استخدمها من 120-20 أنا فاكر كويس قبل العيد بمشارة في نيات رمضان ثم استقنفها بعد رمضان وهكذا وفيما وجهت حصلت كانت حاجة إيجابية كويس وعلى فكرة أحد الحاجات بس أن الدولة ما تكلمتش على موضوع ما حدش جاب سيرة وقتها بس إحنا كنا متبعين لأن إحنا عندنا أدوات المتابعة بتاعتنا كويس فعملت نتيجة تخيل بقى لما إحنا نعزز ده في القانون الجديد إحنا كانت مشكلتنا مع ما تم إن مخرجات المؤتمر العام اللي إحنا شاركتنا فيه وخصص يوم كامل لمناقشة المفترحات المنظمة العربية فيه في يناير 17 المخرجات خرجت في مارس فوجئنا في مايو بإن وحيل تعديل جزئي على 4 و50 مت المجلس النوال وإحنا تحفظ ده على هذا الموضوع لأنه إحنا رأينا إن ده لازم يكون قانون جامل قانون جديد كاملا لأنه عشان يقوم متتاصق مع نفسه جامع شامل عشان بالمناسبة هذه كانت الملاحظة رقم 90 من مجلس الدولة على مشروع القانون إن بتعمل بتوعب تعديل واسع اعمل قانون جديد عشان يقوم متتاصق مع نفسه وقد كان ما إحنا نفن من ما كانش كان ولا حاجة وإحنا عادنا سنين من نهاية 2017 بغاية يعني بس هو دخل البرلمان كل اللي طرح خلال السنتين الأخرين هو تعديلات جزئية وإحنا بنا نقول آه والله كويسة بس إحنا عايزين الحمد لله إحنا اتفاجئنا أسبوع المواضيب إنه مجلس وزراء حال فجأة صر فجأة صر الحمد لله هو الأمانة يعني برضو عشان يعني أنا تعرف متماسل معكم أنا قصدي رسالة هتعطدنا كتير آه منعلم بس يعني أن تأتي متأخرا خيرا أن لا تأتي أبدا يعني كما يقولون يعني أنا بس ملاحظتي برضو إن المشارة النقاب العام بقى حريص جدا على يعني إعلام الرأي العام بمجريات التحقيقات أول بول صحيح عبر بيانات كتير جدا جدا وإذا على فكرة يعني عايز أقول بيطف في الشائعات والنائب العام كمان يعني مكتب النائب العام يمكن من الأسطحات المؤسسية المهمة يعني تم إحداثها على النيابة العامة أن أصبح فيها إدارة متخصصة لحول الإنسان من فترة يعني مش طويلة والإدارة الحياة بتلعب دور مهم جدا 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 في التواصل والتنصيق المتعلق بمعالجة الشكاوى اللي بتصل إلى المجلس وبتصل إلى كثير من مجتمع المدين ده يعني تعاون وثيق الحياة طيب أنا بس عايز منك شهادة دكتور ولاء أنت عندك أنت مسؤول عن الشكاوى هل النائب العام دارة النائب العام بترد؟ هل الداخلية بترد؟ هل بقيت الوزرات اللي أنت بتخطبها بترد؟ ومستوى الرد؟ ده سؤال مهم يعني إحنا بالمصادفة كنا لسه بنعمل يعني بنحاول إحصائيا كده نشوف خلال العام الماضي اللي هو العام اللي احنا في ده؟ العام اللي احنا نشتغل اللي هو ينهي أيام الده؟ بالضبط نسبة الردود على الشكاوى نسبة الردود بشكل عام بتتجاوز 70% نسبة الردود على مجمل الشكاوى تتجاوز 70% ده الإجمالي الإجمالي مبادرة هنا زودت عدد الشكاوى بقى فيه طلبات لا بالضبط احنا عندنا منهم مثلا ما يقرب من 5000 طلب 5000 طلب وفق مبادرة العافة الرئاسية بالضبط الإجمالي حوالي 7000 شكوى بقى احنا عدد الشكاوى اللي بتصل للمجلس المتوسط من 1500 إلى 2000 شكوى وزي ما قلنا احنا عندنا منظومات شكاوى أخرى في الدولة المصرية بتلعب دور في الخدمات العامة الحقيقة لكن الجزء المتعلق في كل مدنية والسياسية أبرزها الدكتور طريق رفاعي طبعا وممزوري ببارد الشكوى الحكومة ده مهمة خالص فابنتكامل الجزئية الثانية بقى أنه يعني هذه الشكاوى معدلات الاستجابة عليها تقريبا ضعف معدلات الاستجابة اللي كانت موجودة مثلا في العام الصدق يعني أنه موجودة كان بيبزرها زمانة يسوي ضعف الاستجابات اللي كانت العام صبق عليه لو خدنا بقى جهات محددة هللاقي مثلا أنه وزارة الداخلية قطاع المعني بحقوق الإنسان ووزارة ومكتب النائب العام النسبة الأكبر من الشكاوى اللي بتروح بيتم الرد عليها ممكن يحصل تأخير فيه الرد في بعض الحالات للتوسيق ولل يعني التحقق في بعض الحالات لكن الحقيقة كل الحالات بيتم معظم الحالات بيتم الرد عليها وفي كثير من أحيان الردود اللي بتيجي من نيابة العامة بتبقى كمان مشفوعة بيعني نتيجة تحقيل نيابة العامة والرد اللي جي من وزارة الداخلية بيتم توسيقا يعني اه فيعني لا معدلات الردود مرضية مرضية طبعا يعني بنتكلم فيه آليات أكثر مرونة تسرع عملية الوصول إلى الردود يعني كمان تنظم عملية الاسكيليشن أو التصعيد إنه والله في بعض الحالات بقولك لا يعني أنا محتاج أستوسق أكتر في البيانات دي بالنظم ده طبعا مع الجهات المعنية في الداخلية والنيابة العامة والاستجابة جيدة ورود الردود وسرعتها تدوى مصداقية للمجلس صحيح وبالتالي احنا عايزين المجلس يبقى قبلة لهذه الشكاوة والطلبات والردود يعني أنا مهم جدا جدا ألجأ لك ولما ألجأ لك يبقى الناس بتساعدك على توفير الرد يعني مثلا أنا مثلا أتصل بالدكتور طرار رفاعي مثلا حد عنده مشكلة فبعتها له على الواتس ماشي أنا بلاقي الراجل اللي هو بعت بيقول لي ده ناس اتصلت من مجلس الوزراء أنا أحيانا ببقى مستغرب لأنه لسه بعتها من تلت ساعة ده بيديني إحساس بالرضى ليه بالرضى إن الراجل لا أحد يتعامل معاه يكلمه أنت عارف المكالمة في حد ذاتها تحلوا مشكلته إنه حاس إنه هو موجود وإن الدولة مجلس الوزراء بيكلمه يعني برضو دي فيها نوع من المرضود النفس الطيب ده يعني ده جزء الحقيقة كمان من إجراءات يعني حوكمة منظومة الشكاوة اللي هو كان يعني توجه أساسي للمجلس شرفت إن أكون يعني واحد من المسؤولين عنه لكن لا واضح إن المركز ده محظوظ بوجوده دكتور ولا لا لا ده رؤية وزملاتك حقيقة يعني ده رؤية مجلس أول الأمانة يعني أصل لما يبقى عندي قطاع ناشط وشبابه شغال وعنده إحساس بالمسؤولية المجتمعية والحقية ده شيء عظيم جدا جدا أيضا بعد موضوع الحبس الاحتياطي موضوع ما يتعلق بما يتعلق بالإعدامات والإعدامات عندنا مشكلة كبيرة فيها العالم كله دلوقتي حطت المنطقة العربية والدول الإسلامية تحت ضغط وإن هذه القضية أساسية ولازم تعدل قانونكم السؤال هو كم دولة غربية لا تطبق هذه العقوبة أدي واحد هل هناك ولايات في الولايات الداخل الأمريكية تطبق العقوبة أصدنا في رأيي قبل ما تضغط علي اضغط على اللي عندك قبل ما تعدل علي عدل على اللي عندك ما ترمنش بالطوب وانت بيتك من إزاز كم ولاية أمريكية لا تزال تطبق عقوبة العدام وأي شكل تفضل الله هي آخر مرة أعتقد أنه وصلوا كانوا 32 لكن عمليا اللي كانوا شغالين بالعقوبة كأحكام يمكن 17 بس من 50 ولاية من 32 اللي عندهم أحكام إعدام وفي التنفيذ تراجعت جدا في الولايات المتحدة فجأة من 2019 يمكن الله حاجة تراجعت معدات التنفيذ جدا 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 على مستوى الدول أوروبية نفيش يعني الاتحاد الأوروبي يرتفعي أوروبية بحرور الإنسان بتحصل لليه إعدام أصلاح هتلاقي تركيا مثلا عشان بتحقق تخش وتحصل لليه إعدام عشان تأتزم بالشروط تبقى تفقد الشرق على مستوى المنطقة العربية احنا عندنا تلات دول ما بتطبعش لأعدام عاملة تعليق تعليق اختياري يعني فيه أحكام بالأعدام لكن لا تنفذ تونس من 93 المغرب 96 الجزائر من 2002 معلقة معلقة بس بتصدر أحكام بتصدر أحكام إنك معلقة وفيك تأهداد طبعا دينية ورا خالف هذا الموضوع أيضا يعني مش مش من غير دين يعني هي المشكلة في إيه الحمد لله الانتزام الدولي هو تقليص هذه العقوبة وقصرها على أشد الجرائم غلزة طبعا عندي مثلا في الإتجار والتهريق في المخدرات فيبقى عندي أعداد كبيرة جدا نصر محكوم عليهم بالإعدام نهائيا في السجون هم بتوعع مخدرات ونفس من 99 مثلا فأنا عامل تكلم عن الحالة المصرية أه تكلم عن الحالة المصرية يعني الحالة المصرية نصف العداد المحكوم عليهم بالإعدام تجار مخدرات وأنت منافذتش من 99 اه أنا عندي مشكلة تانية اه صحيح صحيح المشكلة في إيه فقا أنا عندي 107 مادة في قنون العقوبات تفضي إلى الحكم وعقوبة الإعدام في أشكال جريمة ممكن يصل عدد 20 كويس طيب أنا إيه إصراف التشريعي ده طب ما حتى في الشرع الإسلامي إذا كان هو ده السند يعني أنا عندي في الحرابة وعقوبة بديلة عندي في القاتل اللي عام ده وعقوبة بديلة زنا المحارم هو اللوجوبي وما عنديش يعني أسنية كافية جيب 14 عدود منين يعني لما أغز أنا أسف يعني شرط مستحيل جريمة المستحيلة بالضبط كيف فيبقى أنا عندي كمان حتى ما قدرش السند أقول والله أصلاً ما بقولش لغ العقوب أنا بقول إيه نتجه إلى التعليق كويس إذا كنا نقدر أو نقصرها نقصر التنفيذ على شد جرائم غلزة بس لازم الأول الإصراف التشريعي ده يتلم يتلم يبقى صور الجريمة الغريزة وطحق طيس آه فده يشيل عن عيب القضاء إنه يسرف إصدار أحكام وماللزة مش هيبقى عنده المواد اللي يستند إليها في هذا الحال فانخفف على كهر الرئيس الجمهورية اللي لازم ينصادق على بعض الأحكام النهائية بالإعدام عشان تنفس فبيضطر يختار أشد الجرائم غلزة من وسط عدد كبير محكومة عن نهائية بالإعدام ونخفف على كهر الداخلية اللي هي متولية قطاع الحمال المجتمعية للسجون سابقا اللي مضطرة تتعامل مع ناس جابسين بدلة حامرة فقدين الأمل في بكرة يمثلوا عرق كبير وقعدين على عدين جوه على يعني تحتاج المسؤولات معالجة نفسية لا وده كمان خطر جدا على نفسه وعلى الباقي وبعدين ممكن بعض الجرائم المطبق فيها البارول زي بعض الدول يعني ممكن عايزين بتعود مخاطرات الدولة خليه مدى الحياة مدى الحياة دي مش مؤبد 25 سنة لا مدى الحياة مدى حياة ما بيخرجش يعني ممكن في النهاية فيه إبداع فيه فلسفة عقبية حديثة لأنه عقوبة الإعدام زكات رضعة جايز إنما مستوى الرضع اللي حققته لما توسعت في التنفيذ عامية إيه لأنه مثلا أما شوف أحكام الإعدام اللي كانت بتطلع في تونس مثلا في التسعينات كتير إنما في تعليق التنفيذ من 93 لأ مستوى الجرائم اللي تقدي الإعدام مستوى الأحكام بالإعدام ولا تنفذ بيتراجع بيتراجع نفس الشيء في المغرب نفس الشيء في الجزائر لأن الجزائر بتدود فترة الوآمن مدني بعد العشرية السوداء كويس لما تبنىها بوتفليقة بعد ما استقرر الأوضاع النسبية فلما تبنى هذا النوضوع معامل تعليق اختياري وتعليقه ممكن يبقى بقرار وممكن يبقى بضيل الإعلان يعني نعمل من غير إعلان على فكرة كويس لما تبنى هذا التوجه مهداء ساهم في الحد من بواعث بقى إيه إن إحنا نتشزأ أكتر وحد يبقى فقد الأمل صحيح فيرتكي الجرائم أحمق صحيح ساهم فيه نوع من التماسك زيت كمان عقوبة الإعدام هي العقوبة التي لا يمكن يعني معالجتها تدارك تدارك الخطأ في تطبيقها نظب لو أقول لسيادتك على الحاجة إحنا عندنا 145 دولة من 196 أكتر من 20 دولة ألغت العقوبة تماما وده إحنا ما نقدرش نتحمله في السياق الثقافي بتاعنا ما نقدرش نتحمله في السياق الاقتصادي الاجتماعي خدنا نتحمله وعندنا حوالي 50 دولة كمان نيوصل لعددهم من حوالي 145 50 دولة كمان تقريبا علقت تنفيذ العقوبة علقت بقرار أو بإرادة واضحة من غير ما تعلق الإعلان فإحنا 145 دولة توجهت هذا التوجه إحنا الأنسب لنا نفكر في التوجه تقليل تطبيق العقوبة على الجرائم أشد غلزة يعني بشكل نطق دياء جدا بس أنا كنت أسأل الدكتور تقليل المواد جدا في الحتة دي كنت أسأل الدكتور ولا أقول له يعني أنا أعمل إيه في الشاب الشاب اللي قاتل البنت في الشارع وانعمل فيديو قالب الرأي العام تماما وقتلها جهارا نهارا أعتبر ده هو أشد جرائم لكن لكن الفكرة أنه زي ما قال له سيد علاء أنت لديك مواد كثيرة جدا تعاقب على جرائم ليس منها إزهاق النفس بما فيها مثلا تجارة المخدرات بما فيها طبعا أنت سيدك بتبحث أو بتحاول توصفه أو تعامله توصيف جديد لما يسمى عقوبة الأعداء أو لما يسمى الجرائم حشد غلظة التي تستحق أو تستوجب حكم العديد شوف حضرتك الحكمة اللي في مؤسس رياسة الجمهورية في التعاون مع هذه المسألة والحكمة الموجودة عند فضلت المفتي كويس كثير من الأحكام اللي فيها عدد كبيرة رأي المفتي هو رأي سشاهلي مش ملزم لكن المحاكم تقريبا ما ده تنزل 100% كويس فعمل يعني تراجع في الأعداد في الإصراف في الأحكام لأنه عمل منظومة فنية عنده تراجع في تطور مظهر لأنه في حادث مشيوعة في درد إفت بصراح في صورة لا ده في مؤسس لا يعني أصغل ده بيسموها المؤسسة يعني المؤسسة يعني اللي بيحصل دلوقتي هو مؤسسة منظومة فقهية فتوية سمتها أنا فقه المقاصد الوطني شوف أحكب مؤسسة الرئاسة إيه بقى الجرائم اللي بيتم التنفيذ فيها طب القتل العمد لا فيه كده إيه نعم الحكمة لو القتل العمد ده في السياق الاجتماعي سيولد حالة صر وهيقدد وده ده يا ف لو 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 ده وفقه المقاصد بولك درق المفاسد مقدم شوف أحكب في الجرائم السادس المصادح المقتلقين بقتل مقتلقين حاجات كده كل ما أمكن لكن لو في حاجات يعني في جرائم الإرهاب في جرائم الإرهاب هو بقى لو حضرتك شفتك كده اللي التنفيذ فيهم والأحكام دولي هما حصة لا تتجاوز 25 تأتي في المياه إيه ولإن دولي اللي ارتكبوا سفك دماء فعليا ده أنا هقول لي سيادتك حاجات تانية إلا كمان مش فكة سفك دماء فعليا بس شوف حضرتك معدل الخسائر البشرية اللي ارتكبتها في الجرائم دي مزبوط كويس فإذا هناك بتقول لي مسجد روضة 302 شهيد فهناك معيار مش عارف 18 و 19 مش كده برضو فهناك معيار يعني أنا أصد فيه معيار وفيه حكمة موجودة نستفيد منها في المستوى البرلماني ومستوى القضايا طيب عايز أروح لين برضو للموضوع مهم مقوي فكرة الاستبدال المالي بمعنى إيه فيه عقوبات زي القتل الخطأ فيه عقوبات زي الشكات زي عقوبات يعني فيه عقوبات دي كلها نتيجة معاملات صحيح مجتمعية موجودة البعض كان بيفكر وبيت اقترح ان يعني ده ما تبقاش عقوبة للحبس للحبس يعني خاصة أنا مش ناقص عدد ما دول محسوبين علي من العدد الكل دول مزودين الغلة بتاعتش صحيح خلينا أقول لحضرتك احنا عندنا يعني فئتين ممكن يجسدوا بشكل صارح أولا الناس اللي بيحكم عليها أو بتقضي عقوبة نتيجة عدم الوفاء بدين كمبيالة شيكي بالزبط وفي بعض المعاملات التعاقدية الأخرى وإحنا بنتكلم على عدد كبير وبنتكلم على أصل مديونيات قد تكون هزيل صحيح يمكن من هنا مثلا مبادرة العفو الرئاسي الحقيقة السيد الرئيس لأول مرة بيشمل ضمن المبادرة أو بيوجه الغريمين وغريمات والغريمين وغريمات طبعا يعني لو إحنا تتبعنا سلسلة هللاقيها نتيجة حوادق طريقة آه يعني إشكالية كبيرة جدا في دخل السجن فوت وتجاز وغسالة بالزبط بالزبط يعني في الآخر يعني يعني الشيء يعني صعب جدا جدا أدخل واحدة السجن يعني ده بقى يستوجب يعني النظر في مسألة العقوبات البديلة ومش بس طبعا أنه يكون الوفاء مالي لكن كمان نفكر في فكرة الخدمة المجتمعية مش فكرة الخدمة المدنية فكرة كويسة أوي دخل من العامة يعني فكرة كويسة أوي يعني 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 ممكن تروح تشتغل في مجغل تروح تشتغل في في مشروع في مشروع أقول لحضرتك أه فضلك أقول لحضرتك مثلا إحنا النهاردة لو رحت مدرسنا ومستشفياتنا و لو رحت من عشر سنين كنت هتلاقي أكبر فئة موجود أكبر عدد هما يعني الزملاء العاملين في الخدمات المعاونة أو السعاة الآن حاك عادي جدا بتشوف على السوشيال ميديا نازل مدرسة نازل بينظف الحوش لأنه هو ما عندهش عمى تلو على المعاش وما فيش تعينات في الجهاز الإداري طيب انت النهاردة عندك فئة كبيرة جدا ممكن تستبدل عقوباتها بإجراء زي ده خدمة مجتمعية في منشآت حكومية منشآت تعليمية منشآت صحية المشروع ده نقشناه مع الفعالين المختلفين من الدولة والسلطات الثلاثة والمجتمع المدني والمجالس قانوني وتخصصها مرتين في 2018 2017 ولقى خبور الجميع وعمل له كمان نوع من المراجعة مع أعضاء قيادات البرلمان بتشلكة بين المنظمة العربية والمجلس قاومي لحلول الإنسان قبل يعني التشكيل الجديد والمنظمة المصرية لحلول الإنسان وكان في يعني فده مشروع قانون كويس على فكرة قانون العقوبات القائم الحالي كان مدرسة في وقته بس أصبح عطيق يعني هتلاقي فيه عقوبات خدمة عام على فكرة بس هتلاقي العقوبات مالية بسيطة بس مش ممكن تيجي تطبق على واحد بلا 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 حفظ ستة شهر تتبقى مجده خمسة جنيه خمسة جنيه خمسة جنيه ده ده خمسة جنيه وعلى فكرة نوقش من جانب سبع وزارات ده جنة مشترك ثم توقف نعرف شري فإحنا مع إعادة طرح هذا القانون طبعا ضروري جدا جدا ومن ناحية تانية هو أيضا برضه عشان يتوائم لما تحطوا في مصار تحديث قانون العقوبات هيبقى منتاز جدا 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 النهاردة إحنا النهاردة دول كتير أو دول عربية سبقتنا دلوقتي فإحنا كنا مدرسة بيختفوا أثارها يعني النهاردة بييجي مثلا عنده ودي موظمة أهلية جمعية أهلية يقدي فيها ساعتين كل يوم ثلاثة يام في الأسبوع ولا حاجة يا سيدي يشتغل معه لأمي بس الله أحول الله يشتغل في مدرسة يشتغل بقول لحاجة أنا عندنا احتياج لكل الفيات أنا محتاج تطوع في مستشفى يعني مش محتاج كمان أنا عندي مشكلة يعني مثلا أرقام 2019 السجين بيكلف الدولة ما أربعة هفتون ومئة جنيه نصبت يعني في السنة يبقوا كالب يعني هو داخل داخل بخمس تلاف جنيه السجن هيصرف كم على دولة ودي على الشيك على بعض حطه في مئة ألف ولا حاجة ويبتز عشان الشيك ده يتم تصالح عليه فبدل ما هو واخد خمس سنة هيدفعهم سبعة تلاف الفايدة للأسف اللي هو وافق عليها مطلوب منه عشرين ألف وثلاثين ألف واشياء زيك طبعا بقدرش يخش السجن فطبعا ده مسألة محتاجة في ناس طبعا تقول ايه والله ده لا يجوز هو يعني انت لو عملت كده مع آه بس احنا كمان لازم نراعي الوضع الاجتماعي بتاع فئة ملسة قليلة من الشعب عايز يجوز بنته عايز يوضي لازم ده لسا عايز يعالج حد عيان يعني حتى لو هتيجي حتى لو هستفيد بينها ناس مخطئين يعني اتحرض ده خاضر الامكان بس حتى لو القاعدة العامة ان احنا عايزين نساعد بعض وعايزين كمان ما نحملش الدولة أعباء والسجون أعباء يعني طب ليه وثم أصلا احنا عندنا نخونة دولة بحقول الانسان احنا ملتزمين بيه كدولة ان ما هي جوز الحبس في الدين منوع منوع فهتقول لي لا الاصل دي جريمة شيك وجريمة كذا وجريمة مش عارف اصال امانة اقول لك اه هي بس الاصل في الموضوع احنا فهمين ان ده حبس في دين هنا خطأ يعني بيحصل في دول خارجية عندها وفرة شوي فبيتولى الحاكم او الحكومة انها تسدد عن الناس كويس عندهم وفرة طب احنا خلاص بعدنا لشي وفرة بس خلينا تشوف حل مناسب الحل ده موجود في بشروع القانون لبولة حلاك عادية تعالى المستشار سامح محمد هروح للحقوق المدنية والاقتصادية يبدو دايما ان احنا من الكلمة الحقوق السياسية وكأن حقوق الإنسان يحس حاولنا كتير جدا طرح الفكرة ان الحقوق متكاملة الاقتصادي والاجتماعي والديني والفكري والسياسي وحتى حرية التعبير من ضمن هذه الحريات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتقد حياة كريمة وفرض بعض التحقق في هذا المجال ده مهم جدا يعني احنا لو حبينا نقرأ لو شفنا كده حياة كريمة من منظور حقوقي ومش بس تأثيرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لان ده واضح جدا تأثيرها على الحقوق الاقتصادية الاجتماعية بشكل محدد ان انت بتوفر البنية الأساسية الاتاحة الحق الاقتصادية والاجتماعية متمثلة في الحق في التعليم الحق في مستوى معيشة ملائم يشمل الصحة وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وما يرتبط بها خدمات الإمداد بالطاقة زي الغاز الطبيعي ومشان اللي بقول كده ده العهد الدولي اللي بقول كده طب حقيقة ما بتعمل ايه؟ بتعمل الحاجات دي هي بتوفر المدرسة شبكة الغاز شبكة الصرف الصحي شبكة المياه شبكة الكهرباء شبكة الاتصالات والمركز الطبي المعد وفقا لنموذج منظومة التأمين الصحي الشامل وبالتالي بيصبح عندي المرفق الملائم والمجهز للانتقال للخطوة الثانية وهو ايه؟ الوصول للحق أو يعني تمكين صاحب الحق من الوصول للحق احنا كان عندنا الحقيقة فجوة كبيرة جدا في مصر في هذه الجزئية معدلات التغطية بالصرف الصحي في الريف المصري قبل حياة كريمة وكنا بنتكلم على 8 إلى 10% لابن نوصلها على 100% معدلات التغطية بالغاز الطبيعي الوسيلة الأرخص للإمداد بالطاقة كانت أقل من 1% في الريف المصري بنوصلها على 100% الخدمات المتاحة زي خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق متاحة لكن بجودة منخفضة للغاية ومشكلات كبيرة يعني بتمنع استفادة المواطنين منها بالشكل الأمثل هارده أنت بتحسن كل هذه الخدمات وكل المرافق بقى اللي هي مرتبطة أو وثيقة الصلة بتقديم حزمة الحقوق الاجتماعية الأخرى الحق في التعليم من خلال مدارس مجهزة ومهيئة تتضمن كسفات مناسبة المراكز طبية منشأة وفقاً لرؤية تخطيطية نضمن أنها تخدم نطاق جغرافي ونطاق بشري معين ببساطة شديدة ده اللي بتعمله الحقيقة كريمة وهي ملتزمة فيه الحقيقة بتطبيق مجموعة من المعايير التخطيطية عليها تجودة دائماً أبداً يشاعر لو تسمح لنا نقطة مهمة جداً يمكن لا ينتبه لها أنا عايز أتكلم عن حقيقة كريمة كمان من منظور تأثيرها غير مباشرة على حول مدنية والسياسية حياة كريمة بتستاذ في ريف المصر ورح أنه علاء بيه المتطبق دا أستاذ لطبق وهز دماغه دا أستاذ لطبق عمداً أنا هسمعك أنتوا الاتنين في الحتة دي حياة كريمة بتستاذ في ريف المصر القطاع الأفقر والأكثر تهميشاً والأكثر حرماناً وبالتالي الأقل مشاركة على الفكر وبالتالي لطول الوقت مشاركته السياسية سواء من خلال العمليات الانتخابية أو من خلال غيرها من مظاهر المشاركة السياسية تاريخياً بيتم استغلالها وتوظيفها وشرائها إما فردياً أو جماعياً وبالتالي دايماً الصوت الانتخابي لأهالينا في الريف وأنا جاي من بيه أعرفيها أنا عارف كواس قوي النائب كان بيركب المصورة بتاعة المجاري بالضبط لا مش فكر للشعر شعر يا مجاري يا مجاري مين يا صلح المجاري يا بالضبط فلما نهارده الدولة تتدخل وتسحب هذه الورقة من على الترابيز ما فيش عاقل يقول أن طبيعة الممارسة السياسية وطبيعة الانحيازات الانتخابية واتجاهات التصويت لريفين المصريين غير منظور يا فندم ده تأثير على المدى المتوسط هيظهر في الانتخابات اللي جاية واللي بعدها الدولة الآن سحبت الورقة اللي كانت بتستخدم أحياناً كرشوة سياسية ورشوة انتخابية إما بشكل جماعي وهو في الأغلب أو بشكل فردي أحياناً فهنا هل ده مش هكو لي تأثيره؟ ما هي الدولة بنت المدرسة اللي كانوا بتجروا بيها طبعاً وصلت الصرف السياسية وبنت الصرف وعملت الصرف الصحي اللي كانوا بتجروا بيه بزبط ومصورة المية النظيفة اللي كانوا بتجروا بيه بزبط وبلطت الترع ونظف وتجاوزت ده لأنها وصلت الغاز وحسينت شبكة الاتصالات ودخلت الواد المدارس بزبط وعالجت الواد في المشتشفى وعملت مجمع الخدمات اللي هو في السجل المدني اللي كان واحد من الأوراق المهمة اللي بتحطي عطرابي ده جيبنا سجل المدني كل واحدة محلية قروية في مصر هيصبح فيها مجمع خدمات فيه كل خدمات وحبت الورا ده كل من يل النواب أو من يتمعونه في البرلمان وزودت الوعي السياسي في الانتخابات وعايز على الناحية التانية كمان لأنه كمان ده هيخلي النواب وإحنا الحقيقة يعني أن معظم من يعني مسالوا الشعب المصري برلمانيا فيه مختلف الحقب وإلى الآن هم يعني شخصيات وطنية محترمة لكن كانت بتلاقي نفسها مضطرة أنها كمان تستنزف وقت كبير فيه اللف على الوزير ده والوزير ده والوزارة دي والوزارة دي هي بقى اللي كان اللي يعني هيتفرغ بقى لأداءه البرلماني والتشريعي والسياسي مضبوط كنت مؤمن على إيه ده أنا عايز أقول لحضرتك رئيتي يعني إيه التهميش اللي قاعد تقريبا أكتر من 45 سنة للريف ومواطن الأطراف عمل فجوة كبيرة جدا مثلا فجوة من ريف والحضر وحاجات زي كده بتاع بيخلي فيه ميراس تارقة سخيرة جدا من الإقصاء والتهميش فعشان كده إقصاء والتهميش ده يمس الحقوق الصداقة معي يمس الحقوق المدنية والسياسية يؤثر عليها مش بس بطريقة عليها الدكتور ولا أفزع من زي بالكثير وبيعمل الهجرة الداخلية ويدم العشوائيات يعني في كل حاجة فالنهاردة إن احنا نتبنى مبادرة بذل شخ وانتنا بنقول بقى مش في سبع سنين ده نحن عايزين لو قدرنا ثلاثة يبقى كويس وبدأ اجتهد وبنجري فيها فإحنا بنحقق مفهوم الإدماج الاجتماعي لأنه في حقوق المدنية والسياسية والحقوق الصداقة معي السقافية أهم حاجة تعملها للأول منع التمييز فأنا كده قضيت على التمييز عملت حاجة مهمة جدا أنا لبيت حقوق الإنسان لبيت حقوق المواطنة رسقت حقوق المواطنة كويس لما بعمل حياة كريمة الكرامة هي المفهوم الجوهري لحقوق الإنسان بحققه للمواطن في كل مكان بغض نظر عن انتماء الجرافي فأنا جهسته أهلته لأنه يبقى أشعر بأدميوته كإنسان وبالتالي سيمارسه حتما سيمارسه وبالتالي هيمرس حقوقه في أجل قريب ومنظور كمان أنا عايز أقول لحضرتك إنه إحنا حتى لما جينا كلبنا وزارة أدام اجتماعي يا جماعة عايزين نهتم بالتوازي مع البنية المادية بالبنية الثقافية فإحنا عايزين هذا الموضوع يترافق مع المبادرة موضوع ترسيخ المواطنة وتشجيع المشاركة المجتمعية ومكافحة بعض زارة ستبية زي غير شرعية كمان أيضا لأنه كان مفروض جهد يبذل على مستوى التوعية في الحقيقة فوجئنا في دعوة كريمة من غير التضامن وابتديني نشتغل منظمات حقوق إنسان اللي كانت بتدينه وتشتن في العلامة دكتورة نبيحة الوزارة بتتعامل تلقيتنا كشركاء في تنفيذ هذا الشق مع المستوى تخليم فيه مناخ مهم ومناخ كويس وفيه نفس جديد والسبب في ده كله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحقيقة النهاردة كنت محظوظ بوجود الأستاذ علاء شلبي والدكتور ولاء جدل كريم والحقيقة ما كانش فيه حاجة أصلا نخشى مناقشته من الحبس الاحتياطي للأهدام للتنييز حتى للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية أنا بشكركم شكرا جزيلا وبشكر مشاهدينا وأترككم في رعاية الله وأمنة وتصبح على حب شكرا